الحريق اشتعل بعد أن تسرب وقود من صهريج بمخزن تابع لشركة خطوط الأنبيب الكينية إلى قناة مكشوفة للصرف الصحي الانفجار وقع في منطقة عشوائية تسكنها أعداد كبيرة من السكان وهذا ما يفسر ارتفاع أعضاد الضحايا وهناك روايات أخرى تشير إلى أن الناس تجمعوا حول الأنبوب المعطوب لتجميع الوقود غير أن شخصا ألقى بسجارة في المصرف فتسببت في الانفجار رئيس الوزراء الكيني رايلة أودينجا زار المنطقة وأعرب عن دهشته لسقوط هذا الكم الكبير من الضحايا ما حدث مأساة كبيرة ليس معقولا أن يفقد هذا الكم من الناس أرواحهم بهذه الطريقة إنه أمر مرعب جدا عمال الإطفاء هورعوا إلى المنطقة المنكوبة المبنية معظم مساكنها من الصفيح والخردة كما نقلت سيارات الإسعاف عشرات الجرحى إلى مستشفيات قريبة الحروق شديد للغاية كل الحالة تقريبا في حاجة إلى تلقي العلاج في غرف الرعاية المركزة وكما ترى هنا كل الغرف مليئة وغير قادرة على استيعاب الضحايا ويعيش أكثر من نصف مليون شخص في المناطق العشوائية في العاصمة الكينية في ظروف سيئة بسبب الازدحام الشديد فيها ياسر البرديسي بي بي سي ترجمة نانسي قنقر